السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وليه الصالحين وأشهد أن محمد عبده ورسوله إمام المتقين صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما مزيدا ما شاء الله لا قوة إلا بالله اللهم اجمع لنا بين الصواب والثواب وأعذنا يا ربنا من الزلل سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلو العقدة من لساني يفقه قولي حياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي نجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم الدينية والشرعية والاجتماعية على هواتف وعناوين البرنامج والتي تظهر على الشاشة أمامكم الآن حتى تصل أسئلتكم لهذا اليوم فإنني أجيب على السؤال الأخت أمت الله من فرنسا هي في الواقع أجبنا على سؤالها قديما ثم عادت فأكدت يعني مشكلتها مع زوجها تقول بأن زوجها يعني مريض ويعاني مشاكل نفسية والصحية وذكرت طبعا صعوبة العيش معه تقول أرادت أن توضح مسألة أكبر قالت بأن الدولة عندهم هناك يهددونها الآن بأخذ أولادها لأن وجود الأولاد مع الأب حسب ما فهمت من الأخت أمت الله أمت الله وجود الأولاد مع الأب يهدد حياتهم أو يهدد صحتهم لأن الأب هذا غير مؤمون الجانب لكون يعاني مشاكل صحية ونفسية هذا الذي فهمت وطبعا زيادة على ما ذكرت في اللقاء السابق يا أختي أمت الله بارك الله فيك بالنسبة لانفصال المرأة عن زوجها مشروع ولله الحمد لكن ليس بهذه السهولة ذلك أن الله جل وعلا عظم عقد النكاه قال سبحانه وأخذنا منكم ميثاقا غليظة ولذلك لما نتأمل في شريعتنا نجد بأن الطلاق والفراق هو الإجراء الأخير والنهائي الذي يمكن اللجوء إليه فيما لو إذا حصلت هناك مشاكل بين الزوجين فيا أختي الفاضل أنت تحتاجين إلى يعني مراحل قبل أن تلجأ إلى قضية الانفصال زوجك هذا ممكن يعالج ممكن تدخلين أطراف من جهتك أنت ومن جهة أهله هو ممكن أن تدخلوا مصلحين عن طريق مثل المراكز الإسلامية عندكم أو بعض المسلمين المشهورين بالعدل والحكمة أيضا يدخلون فيلملمون الموضوع يحاولون أن يصلحوا الرجل والله تقولي لا الرجل مريض وهذا المرض يعني لا يتحكم بتصرفاته وهناك تهديد خطير على يعني على الأسرة أو عليك أو على أخذ الأولاد لك الحق في هذا لكن أنا دائما أقول لك يا أخت الفاضلة حاولي قدر المستطاع أن لا تلجأ إلى الفراق إلا وأنت قد اقتنعت قناعة كاملة ورضيت رضة تام عن أنك فعلا الآن الخيار الوحيد أمامك الآن بعد هذه المراحل هو الانفصال في أخت الفاضلة لا استنفذي جميع الطرق جميع الحلول جميع الأسباب جميع الإمكانات إذا وصلت إلى قناعة بأنه خلاص ما يمكن ممكن الحمد لله الله عز وجل شرع الطلاق والفراق طيب نأخذ هذه المجموعة من التصالات فضل يا أخوي كمال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عليكم السلام ورحمة الله وبركاته هذا سؤال آخر وكلني بالسؤال يقول لصديق وعلمت من واسطة زوجتي أن زوجته تتصل مع رجل أعرفته في شبابها والآن ترغب في طلب الطلاق من زوجها الحالي وتقصد الذهاب مع هذا الرجل ويسأل الآن الآخر الذي وكلني بالسؤال هل علي أن أبلغ صديقي علما أن له أطفال مع هذه المرأة أن يسكت خوفا من الفتنة طيب يا كمال جزاكم الله خيرا مرحبا يا كمال أهلا وسهلا فضل أبو أحمد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عليكم السلام ورحمة الله وبركاته جزاكم الله خيرا يا شخص اللساء إذا ممكن فضل أخي هل يجب شرعا بأن يهاجر المسلم إلى بلد الكفار بسبب الفطر مع العلم الآن لا توجد هناك دولة إسلامية والذين يدعون الإسلام لا يقبلون بالمهاجر المسلم وجزاكم الله خيرا أهلا أبو أحمد نعم السلام عليكم عليكم السلام عبد الله تفضلي أرجع الكنترول يا أطونك إن شاء الله نعم من فضل ياسر ياسر عليكم السلام ورحمة الله بس أسأل عن القصر والجمع أو ألو تفضل يا أخي تفضل أسمعك بس أسأل عن القصر والجمع أنا من العراق ومن الأنبا وقاعد بأربيه نعم أصلي صلاة المقيم لصلاة المسافر طيب يا ياسر مرحبا أخي فضل عبد الله اليمن أيها اليمن تفضل أيها اليمن تفضل يمن من اليمن شوفوا غيرها شوفوا غيرها تفضلوا ها تفضل أبو أوس السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله كيف حالك يا شيخ مرحبا أخوي شيخ والله لو سمحت بدي أسألك بالنسبة للخمار لما الوحدة تروح تتعمل عمرة لازم تشيل الخمار طيب يا أبا أوس وكمان سؤال لو سمحت للشيخ شو الحكمية يعني أنه مثلا في مكة أنه يكون فيه اختلاط يعني النساء والرجال طيب يا أبا أوس شكرا شيخ مرحبا نكتفي طيب بركة بركة اللي أخذناه إن شاء الله نستقبل بعد قليل كمان من فرنسا بركة الله فيه يسأل يقول بأن الصديق له وكله بأن زوجته يقول بأن زوجة صديقه زوجة صديقه تعلم عن زوجة صديق آخر تقول بأن هذه الزوجة تتواصل مع رجل كانت تعرفه قبل الزواج والآن تقول تريد أن تطلب الطلاق من زوجها لتعيش مع هذا الرجل ولها أولاد يقول هذا الرجل أنا ماذا أفعل الآن في حيرة هل أخبره أخشى أن أخبرته أن أقع في فتنة وأخشى أني إن سكت سكت على يعني شيء عظيم أخي كمال بارك الله فيك أخبر يعني زوجتك أو أخبر عفوا أن هذا الرجل يخبر زوجته بأن تنصح هذه المرأة بعيدا عن الرجال وتذكرها بالله وتخوفها بالله وتبين لها بأن هذا العمل الذي تريد الإقدام عليه عمل محرم عمل محرم سيكون مصيره النار والعياذ بالله لأن فيها إضرار بالزوج وإضرار بالأولاد وإضرار بالأسرة وكذلك هذا السلوك محرم لأنها تتحدث خارج نطاق الزوجية مع رجل أجنبي فعليها أن تتق الله وأن تخاف الله وأن تقطع الصلة بهذا الرجل والنبي عليه الصلاة والسلام يقول أي ممرأة طلبت الطلاق من غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة فهذه متوعدة والعياذ بالله بحرمانها من الجنة ومتوعدة أيضا والعياذ بالله بالنار فيا أخي الفاضل الآن هذه المرحلة الأولى أخبر صديقك هذا يخبر زوجته بأنها تتواصل مع هذه المرأة تحاول أن تذكرها بالله تخوفها بالله تبين له خطورة هذا الأمر وأيضا لا بد أن تخبرها بأن هذا الأمر لو حتى لو طلبت الطلاق سيكون مصيره الفشل لأن هذا أمر والعياذ بالله ليس على طريق صحيح وهذا الرجل السابق لا يمكن أبدا أن يعيش معه بمثل هذه الطريقة لأن الرجل أي رجل الآن الذي يعلم بأن هذه المرأة يعني تتحدث وهي تحت رجل وتحت ذمة رجل وفي ذمة رجل تتحدث معه خارج نطاق الزوجي بمثل هذه الصورة فهو جزما سيعلم بأنها ممكن أن تتحدث أيضا مع غيره ولذلك هو سيبتذلها وسيهينها وسيحتقرها وربما يأخذ حاجته منها ثم يرميها وهذا هناك قصص كثيرة ووقائع متعددة حقيقة حصل فيها مثل هذا الأمر عليها أن تتق الله وأن تخاف الله عز وجل وأن تبقى مع زوجها وزوجها هذا هو جنتها ونارها كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم وصديقك هذا أخي الفاضل يعني اجعله ينأى بنفسه لأن هذا ليس وراءه فائدة لو أخبر الزوج ممكن تكون هناك مشكلة لا يمكن علاجه لكن لما كانت زوجة الآن هي التي تعلم اجعل المرأة يعني اجعل القضية بين النساء فهي التي يعني تستهدفها بالوعظ والنصح والتذكير والإرشاد والتخويف بالله جل وعلا لعل الله سبحانه وتعالى أن يفتح على قلبها طيب من معنى طيب تفضل أم أيمن من فلسطين ألو تفضل أختي أم أيمن عليكم السلام ورحمة الله ورحمة الله ورحمة الله أخفض التلفزيون يا أم أيمن الله يرضى عليك أخفض التلفزيون وسمعيني من الهاتف تفضلي أنا من فلسطين تفضل أختي والله أنا بدي أستشهدك بهذا الشغل تفضل كان موافقة اللي عليها أنا يعني ماشي كان من كم سنة كان جوزي مريمت بالجلطة الدماغية وحطينا اللي فوقنا ولي تحتنا ما خلينا ولا بقينا يعني وأنا مرضت بالغدة اللعابية طلبوا عليها ألف وخمسمائة دينار لا يستقصالها ومع الشبكية بالعين ألولي بتها برضو كمان حوالي ستمائة دينار أرباني كل هذا ويعني الزابة يعني يعني الجوز علي المزاعدة طيب أبشر إن شاء الله نعم تفضل حيدر حيدر من العراق تفضل راح حيدر نكتفي تفضل يا جواهر جواهر وعليكم السلام ورحمة الله شيخ الله يرحم والديك أمي عندها دكان وهذا الدكان استأجرة منها حلاق وهي تقول تخاف هالفلوس لتأخذها من الإيجار هي حلال عليها ولا يعني عشان هذا الشخص حلاق طيب يا جواهر شكرا شكرا الله يرحم والديك طيب نكتفي أبو أحمد بارك الله فيه يسأل يقول هل يجوز أن يهاجر المسلم من بلد بسبب الفقر إلى بلاد غير المسلمين يقول وأغلب بلاد المسلمين لا تقبل يعني المهاجرين المسلمين يا أخي أبو أحمد بارك الله فيك المسألة هذه مسألة شرعية ولا يجوز للإنسان أن يخلط الأمور ذلك أن الله جل وعلا أوجب الهجرة من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام وليس العكس فيهاجر المسلم من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام ولذلك قال جل وعلا ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعا ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله والنبي عليه الصلاة والسلام ترك أعظم البقاع وأحب البقاع وأشرف البقاع وهي مكة تركها وهاجر إلى المدينة ولذلك لما خرج من مكة وقف عندما كان يقال له الحزورة فالتفت إلى مكة التفات تأسف وتألم وتوجع فقال والله إنك لأحب البقاع إلي ولولا قومك أخرجوني ما خرجت وكان النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية يعني من مكة لأن مكة أصبحت دار إسلام إلى يوم القيامة ولله الحمد والمن الأمر الآخر يا أخي الفاضل النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن الإقامة الدائمة بين المشركين يقول النبي عليه الصلاة والسلام لا يقيم مسلم بين أظهر المشركين لا ترى ناراهما المقصود بأن المسلم ينبغي أن يهاجر هجرة عكسية إذا كان هو في بلاد المشركين يهاجر إلى بلاد المسلمين الأمر الآخر هناك هجرة ضرورية بمعنى أن الإنسان الآن في بلد يغلب على ظنه إذا بقي فيه سيسفك دمه أو يهتك عرضه مثلا أو يجنى عليه وهذا متيقن أو غالب على ظنه مثل بعض البلاد التي فيها الفتن فأول شيء يفكر فيه يذهب إلى بلاد المسلمين ولا أعتقد أن جميع بلاد المسلمين لا تقبل المهاجرين المسلمين كثير من بلاد المسلمين يقبلون ولله الحمد والمن إذا والله سدت أمامه الأبواب وما بقي سبيل ووجود بعض البلاد مثلا الإسلامية تعاني مشاكل وعندها ظروف مثلا الخاصة بها فممكن في هذه الحالة إذا غلب على ظنه وتيقن أن يهاجر إلى بلاد غير المسلمين بغير نية الإقامة الدائمة وإنما بنية البقاء حتى تنتهي المشاكل في بلده أو تنتهي الأزمة أو الأمور الطارئة ثم يعود إلى وطنه وإلى بلده ياسر بارك الله فيه يسأل يقول يسأل عن مسألة القصر والجمع يقول هو أصر من الأنبار والآن موجود في أربيل يقول كيف عملية القصر والجمع يا أخي ياسر بارك الله فيك بالنسبة للإنسان إذا سافر من بلده إلى بلد آخر فإنه يترخص برخص السفر من القصر قصر الرباعية رباعية هي الظهر والعصر والعشاء يقصرها إلى ركعتين وكذلك الجمع بين الصلاة النهارية والجمع بين الصلاة الليلية يعني يجمع بين الظهر والعصر جمع تقديم أو تأخير ويجمع بين المغرب والعشاء اللي هي الصلاة الليلية جمع تقديم أو جمع تأخير بالنسبة للمدة جمهور العلماء يقولون أن من سافر أكثر من أربعة أيام فهو في حكم المقيم وبعض الفقهاء وهذا الذي أفتي به في هذا البرنامج بأن من سافر بغير نية الإقامة هو لم يعزم إقامة وإنما سافر ويريد الرجوع إلى وطنه وبلده متى ما أن أتيحت له الفرصة فإنه يبقى مسافرا وذلك لأن أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم ثبت عنهم بأنهم كانوا يقصرون الأشهر الطويلة فابن عمر حال بينه وبين الرجوع إلى المدينة الثلوج في أذربيجان فكان يقصر ستة أشهر كذلك النبي عليه الصلاة والسلام قصر ما يزيد على خمسة عشر يوما في تبوك وقصر أيضا في مكة بعدما فتح الله عليه مكة أكثر من ثمانطعشر يوم فهذه كلها أدلة يا أخي الفاضل تفيد بأن الإنسان ما دام أنه لم يعزم إقامة ولم ينتقل إلى بلد آخر بنية الإقامة الدائمة فإنه يقصر ويجمع ولله الحمد والمنة فأنت يا أخي الفاضل يعني لك أن تترخص برخص السفر من القصر والجمع حتى تعود إلى وطنك وبلدك ومدينتك أبو أوس بارك الله فيه يسأل يقول بالنسبة للمرأة إذا ذهبت إلى العمرة هل تلبس الخمار أو تخلع الخمار أخي الفاضل بالنسبة للمرأة إحرامها في وجهها كما ينص على ذلك الفقهة رحمهم الله تعالى فالمرأة تحرم في وجهها بمعنى أن تكشف وجهها إذا كانت بغير حضرة الأجانب كانت مع زوجها أو أولادها أو أبوها وأخوها ومحارمها مثلا تكشف وجهها أما إذا كانت يشاهدها الأجانب فمن العلماء الذين يذهبون إلى أن الوجه تغطيته واجب يقولون تغطي وجهها بغير النقاب النقاب طبعا الشرعي الذي ذكره النبي عليه الصلاة والسلام بقول لا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين النقاب هو الذي يسمونها الآن اللثان في بعض الدول تضع وتظهر عينيها أو البرقع مثلا للغطاء الذي في حفر يظهر العينين فقط هذا بالنسبة للمرأة المحرمة لا يجوز أن تلبس النقاب ولا البرقع ولا اللثان حتى لو وضعت عليها غشوة فوق البرقع أو اللثان حتى لو وضعت لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن ذلك نهى وكانت أمهات المؤمنين إذا كنا مع النبي عليه الصلاة والسلام محرمات فكنا يكشفنا وجوههن أما إذا مر بهم الركبان غطت إحداهن وضعت إحداهن الغطاء على وجهها هذا يروى من حديث عائشة في حديث محل يعني بحث عند أهل العلم من جهة الإسناد والمقصود يا أخي الفاضل بأن المرأة إذا أحرمت وذهبت إلى العمرة فإذا كانت مع زوجها وأولادها ومحارمها تكشف أما إذا كان بحضور الأجانب ففي أصح أقوال أهل العلم والمسألة خلافية بارك الله فيك تغطي وجهها طيب أبو أوس باقي لك سؤال وكذلك الأخت أم أيمن والأخت جواهر لكن إن شاء الله بعد الفاصل القصير أعود فأجيب على أسئلتكم بإذن الله أن يسبح له بحمده ملائكته أحياكم الله من جديد أبو أوس يسأل يقول ما الحكمة من اختلاط الرجال بالنساء في مكة يا أخي الفاضل بارك الله فيك هو قضية الخطاب بالنسبة للمسلمين بالأمر بالحج والعمرة هذا يشمل للرجال والنساء والموضع واحد وهو المكة والكعبة والمسجد الحرام فيا أخي الفاضل هذا لا يسمى اختلاط بالمعنى الذي قد تفهمه الاختلاط المحرم لا هذه عبادة عبادة الناس خوطبوا بأن يأتوا إلى مكة لأن الله تعالى أمر إبراهيم بأن ينادي الناس إلى الحج وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامري يأتينا من كل فج عميق فقال إبراهيم يا رب وما يبلغ صوتي قال عليك النداء وعلينا البلاء ولذلك أسمع الله جل وعلا من في الأصلاب نداء إبراهيم فبقيت هذه الشعير العظيمة والناس طبعا في مكة يطوفون حول الكعبة الرجال والنساء كما كان في عهد النبي عليه الصلاة والسلام ولا يتصور يا أخي الفاضل أن أحدا يبيت نية السوء أو أن أحدا والعياذ بالله يقصد الشر وهو عند بيت الله سبحانه وتعالى الكعبة هذه المعظمة هذا الذي كما قال تعالى جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس هذا البيت العظيم الذي حفظه الله والذي كبت عدوه حينما أرادوه بسوء فلا يتصور أن إنسانا ينوي النية السيئة في هذا المقام ولذلك يا أخي الفاضل هذا مظهر عظيم وما يخفاك بأن هناك مقاصد عظيمة خاصة في قضية الحج وأنه كأنه مشهد من مشاهد يوم القيامة فالاختلاط ليس كما تعتقد بأنه مثل الاختلاط في بعض الأسواق وغيرها لا هذه عبادة والناس يقصدون البيت الحرام لأجل العمراء أو لأجل الحج أو لأجل الصلاة أو موجود الآن طبعا النساء لهن مكان في الصلاة مثلا منعزل لكن في الطواف من الصعوبة جدا أنك تفصل الرجال عن النساء هذا أمر غاية في الصعوبة والذي يفكر فيه في واقع الأمر يعني يفكر فيه أمر شاق جدا لا يمكن أن يكون إلا في الخيالات لأن هذا أمر ما يمكن أن يتحقق بمثل هذه السهولة طيب نأخذ هذه المجموعة تفضل لريان من تركيا السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته إن شاء الله يا شكرا أهلا وسهلا أخي شيخ نعاني قبل أبع سنوات شيخ صديقي أهداني مصحف نعم أهداني مصحف صديقي عندي فهذا مصحف ما قدرت أنه أخذه للبيت نعم طيب يعني كيف عد الملتزم وهذا سنات شوي يعني متجنبين يعني الآن المصحف وين يا أخي الفاضل عندي عندي شيخ نضمت لفترة وبعد هذه الفترة أطلعته وقلت له أنه لقيته في مطانم واخدته معي يعني المصحف الآن معك نعم معي يا شكرا طيب المشكلة وين يا ريان مشكلة يا شيخ نعم نضمت لهم أنه لقيته من صديقه ويعني هيك شغلة قلت له أنه لقيته في مكان واخدته والله ما فهمت سؤالك يا ريان أنت الآن أهداك صديقك مصحف ووضعته في مكان وبعدين أخدته والمشكلة وين ما أدري وين المشكلة المشكلة شيخ نعم أنه أنا خبت عن أهلي أنه ما أخدته يعني أخدته في مكان ما أخدته أنه من صديق أحدانيا أنت يعني قلت الأخدته من مكان طيب في مشكلة لو الصديق لو أخبرت أهلك في مشكلة يعني قرارة شخص أنه متشدد لازم تبتعد عنه طيب طيب الآن وضحي السؤال بارك الله فيك طيب تفضل أنا من الثقير أنه كنت أصل لي بس كنت أخطأ في التحيات الجساتي مقبولة كنت أخطأ في التحيات يعني أنت بعد ما تبعث برنامجك حاولت أن أسخح هذا الخطأ طيب يا طيب الخطأ وين في التحيات يا ريان يعني أنا لديت شغلات بسيطة يعني ليس بأصل التحيات إنما في بعض الكلمات في بعض الكلمات يا ريان طيب يا ريان أبشر أبشر سؤال ثالث يا شيخ نا نعم أنا بعد قبل فترة قمت أن أستغسر أنه أقول أنه أمشي في الشارع وروحي المزيد وقلنا إلى أهل الله وحده ولا شيري كنا هو أذكر من هذه الدعاء بينه بين النسان ومشي في الشارع وانا وقاعد هذا على جائز طيب يا أخير ثبتك الله شكرا يا شيخ مرحب مرحب تفضلي هناء هناء تفضلي شوفوا غيرها بارك الله فيكم شوفوا غيرها تفضلي مصطفى مرحب أختي أهلا وسهلا تفضلي تفضلي شيخ أم زوجي طلبت مني أنه يعني أبريها الذنة أعيدي مصطفى أعيدي شوي شوي أم زوجي أم زوجي طلبت من عندي أنه أبريها الذنة أخذت إيش طلبت مني أن أبريها الذنة تعطينها إيش يعني أبريها الذنة أبريها الذنة أضعها في الحال إبراء الذنة إيه أبريها الذنة يعني أضعها في الحال طيب طيب يعني غيرت الموضوع طيب عليا شيك أنتي ما ظلمتك ولا سفعلت لك شي إيه أعزائي هو يا شيخ السيخ طيب أنت حللتها لا والله شيخ ما دعوا بطا و هي عايشة طيب يا أم مصطفى سؤالك الثاني الثاني يعني جوارينا توفى إذنهم تدفنا بمقبرة قريبة من عدنا وش سويت جوارينا أيوة توفى إذنهم قينا يعني الآن هو ابنهم توفى وبعدين ما دفنوا في المقبرة اللي قريبة منهم ليش قالوا أحنا أننا عمال بهذه المقبرة و رفتها ناخذ الجفة نتفنها بغير بطا أقولت شي شيخ يقولون أمننا في هذه المقبرة و بعدين يعني بعد ما يدفنون يأمنون في هذا المقبرة يطلعون مقبرة ثانية أقولت شي شيخ يعني متشارع طيب يا مصطفى هذه غريبة نسمع عن تناسخ الأرواح لكن تناسخ الجثث ما ندري والله طيب بجاوبك إن شاء الله بجاوبك أبشر إن شاء الله مرحبا مرحبا نكتفي يا أخي علي أم زكرية تفضلي سلام عليكم عليكم السلام و رحمة الله و بركاته أريد سؤال عن أسئلة زوجي توفى منذ شهرين أيوة و عندي بيت غير بيتي فيه مزرعة هل أستطيع الذهاب إليه زوجك توفي من شهرين من شهرين أنا في عدة أيوة و الشعري أصبح أبيض هل أستطيع وضع صبغة أنت ذكرت مزرعة قبل قليل نعم عندي مزرعة وتريدين تذهبين إليها هل أستطيع الذهاب إليها و مسألة الشعر قصدك تصبغين الشعر تصبغ الشعر الشعر الأبيض عندي كثير نعم يعني من الأصل عندك شعر أبيض من قبل و أنت كنت تصبغين نعم طيب 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 يا مزكرية شكرا أهلا وسهلا مخال تضر تضر أبو عبد العزيز مرحبا السلام عليكم و عليكم السلام كيف الحال يا شيخ مرحبا مرحب أبو عبد العزيز أياك الله أبقاك الله شيخنا مقر عملية بعد عن منزل محدود 300 متر و 300 كيلو أداوم أسبوع و أرجع أسبوع أجازة فهذا الأسبوع الذي تدوام هل يجز لي القصر والجمع؟ وهذا باستمرار يبو عبد العزيز؟ تقريبا يعني كذا النظام يعني تروح أسبوع للعمل وترجع أسبوع لهلك نعم طيب سؤال آخر سؤال الآخر ماذا تقول عن ختال البنات؟ طيب يا أبو عبد العزيز شكرا جزاك الله مرحب مرحب لعلنا نكتفي بهذا القدر أرجع إلى الأسئلة عندي الأخت طيب أم أيمن بارك الله فيها من فلسطين تسأل تقول بأن زوجها مريض وصار معه جلطة و هي أيضا مسكينة مريضة و حصل لها شيء من يعني تقول الغدى اللعابية و الشبكية و عندها يعني يطلبون منها مبالك كبيرة تقول هل تجوز لمساعدة؟ نعم يا أختم أيمن بالنسبة للحالة التي أنت فيها و عاجزة عن دفع الأدوية و إجراء العمليات أنت و زوجك فأنت تستحقين الزكاة و تستحقين الصدقة و أنا أهيب حقيقة بكل من يشاهدني و يراني أن يدرس مثل حالة الأخت أم أيمن و أن يتواصل معهم و صدقوني يا إخوان بأن هذه المساعدات و هذا العون الذي يقفه الإنسان مع الآخرين سيجد بإذن الله تعالى تيسير الله جل وعلا له و عون الله جل وعلا له تفرج الله سبحانه و تعالى له و العبد ما دم في عون أخيه إذا كان العبد في عون أخيه كان الله في عونه و من يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا و الآخرة و من ستر مسلم من ستر الله في الدنيا و الآخرة و الله جل وعلا يقول إنما المؤمنون إخوة و النبي صلى الله عليه يقول المسلم و أخو المسلم في vist الفاضلة نعم لك الحق أن تطربي يعني الزكاة أو الصدقة إذا كان ما عندك القدرة على يعني الشراء الأدوية و الشراء العلاج جواهر بارك الله فيها تقول بأن والدتها أمأجر محل لحلاق وتقول خايفة من الأجرة يا جواهر بارك الله فيك إذا كانت الوالدة أمأجره يعني هذا المحل لحلاق وهو يمارس عمل طبيعي ولا يحلق اللحة مثلا ولا يستعمل النمص نمص الحواجب ولا يأتي بالمخالفات ما في شيء أما إذا كلا يمارس حلقة اللحية للرجال مثلا أو النمص مثلا أو شيء من هذا القبيل أو يرتكب شيء من المخالفات فقول للوالدة ربنا جل وعقل وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان ولذلك يا أخت الفاضل أقول للوالدة خاصة الوالدة صار في خاطرها شيء وفي نفسها شيء وهذا يقول عنه النبي عليه الصلاة والسلام الإثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس فما دام الوالدة بدل معها الهاجس هذا والقلق قولي لها تعطيه إنذار وتقوله شوف غيري من المحلات أجر ما في شيء لو أجرت يعني الأشياء المباحة أجرها وتكسب من وراءها ودائما المسلم يبتعد عن المشتبهات لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما مشبهات فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام وكان عليه الصلاة والسلام يقول دع ما يريبك يعني ما تشك فيه دع ما يريبك إلى ما لا يريبك وهذه قاعدة مهمة في مسائل الأموال يتنبه الإنسان خطبة اليوم الجمعة تشكر دائرات الشؤون الإسلامية وهيئة الشؤون الإسلامية يشكرون على الخطبة اليوم خطبة عظيمة عن النزاهة في جانب الأموال وتكلم الخطبة اليوم أغلبهم تكلموا عن النزاهة وعن الإنسان كيف يكتسب المال الحلال ويبتعد عن المشتبهات ويبتعد عن المحرمات ويحذر من الرشوة ويحذر من أكل المال بالباطل ويحذر من الممارسات هذه المحرمة لأن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب ومطعمه حرام ومشربه حرام وغذي بالحرام فأنه يستجاب له بعض الناس الآن يقول يا أخي أدعو ولا يستجاب لي قل هو من عندي أنفسكم قل هو من عندي أنفسكم ذكر الرجل يطيل السفر النبي صلى الله عليه وسلم قال بأن المسافر مستجاب الدعوة لكن لما كان يأكل الحرام منع من إجابة الدعوة أشعث الرأس يقول لهم سلم رب أشعث أغبر ذو طمرين يعني جديلتين من الزهد ومن الفقر لو أقسم على الله لأبره لكن لما كان يأكل الحرام منع الله تعالى إجابة دعائه كذلك الذي يرفع يديه يقول النبي عليه الصلاة والسلام إن الله حيي كريم يستحي أن يمد العبد يديه فيردهما صفرا خائبتين ومع ذلك إذا أكل الحرام لا يستجيب الله جل وعلا دعائه فاحرصوا يا أخواني ويا أخواتي بارك الله فيكم حرصوا على الحلال والطيبات لأن الله تعالى أمر بهذا الأنبياء وأمر بهذا المؤمنين زكريا ريان بارك الله فيه من تركيا يقول قبل أربع سنوات أهداني صديقي مصحفا يقول خليت هذا المصحف فترة من الزمن ثم نقلته يقول يعني من البيت يعني وأخبرت أهلي بأنني أنا أتيته من محل فلاني طبعا ممكن حوار بيني وبين الأخ ريان سمعتموه وشاهدتموه لأني ما عرفت إيش المشكلة فتبين أن الأخ ريان الشخص الذي أراد أن الشخص الذي أهداه المصحف غير مرغوب عند أهل ريان يقولون بأنه متشدد وكذا في موقف في موقف من هذا الرجل فخشي ريان إنه أخبرهم أن يلومونه أو يعني يحصل مشكلة فقالها أخ الفاضل يا ريان بارك الله فيك حاول جاهدا أن ترضي والديك بارك الله فيك الخير كل الخير في الوالدين والبركة مع الوالدين والنصيحة والنصح مع الوالدين فهما يريدان لك الخير صدقني إذا قالوا لك لا تمشي مع فلان أطع والديك حتى لو ظهر لك بأنه هلان رجل يعني طيب لكن الوالد قد يكون عنده بسبب خبرة الحياة وبسبب كثرة التجارب أصبح عنده نضوج بحيث أنه يعرف يميز بين الرجاجين يميز بين الشباب يميز بين الرجال فيا أخي الفاضل احرص بارك الله فيك على أن تنزع لهم شوف الآن أن تقول قضية مصحف زين يمكن الوالد لو علم منعك من هذا المصحف لأنه قد يكون هذه الهدية طريق و باب أنت ما تدري ماذا وراءه ولذلك يا أخي الفاضل أنا أنصحك وأنصح كل الشباب أن يكونوا عند أقدام والديهم وأن لا يسلكوا أمر إلا بعد أن يستشيروا الوالدين حتى لو تعلم يقينا بأن والد سيعترض صدقني بأن البركة مع الوالد و صدقني بأن الصواب مع الوالد و هذا ما تفهم يا أخي ريان الآن تفهم لما تتزوج و يجيك عيال و يجيك أولاد و في تلك الساعة تقول إيه والله الوالد كان مع حق الوالد كان والله أحيانا بعض الوالدين يقسوا قسوته هي رحمة مثل ما يقسو الطبيب على المريض في إجراء عملية يفتح بطنه و لا يقطع شيء يريد النفع له أحيانا بعض الوالدين الوالد أو الوالد يقسوان لا حقدا ولا كراهية و إنما نصحا لأن أحيانا بعض الأولاد ما ينفع فيه إلا قضية الخشونة و الغلظة و الزجر و المنع في أخي الفاضل كان بيودي أنك يعني استأذنت الوالدين و قلت لهم والله هذا المصحف عطاني فلان شرائكم أو أنك ما تقبل إذا علمت مسبقا حتى لا تدخل فيه دوامة مسبقا علمت من أن الوالد أو الوالدة يرفضان ما تقبل اعتذر منه أو خذ منه و يعطيه شخص آخر بارك الله فيك أما و قد فعلت فالحمد لله إن شاء الله ما عليك شيء لكن أهم شيء عليك بالتعريض حتى لا يغضب الوالد ولا الوالدة و تحذر منه يعني الشباب المتشددين و الغلات خلك على حذر منهم بارك الله فيك يعني ما دام أنه عندهم نزوع إلى الغلو و نزوع إلى الغلظة و نزوع إلى يعني الشدة في التعامل مع الآخرين تكون على حذر منهم بارك الله فيك لأننا يعني في وقت الآن أعتقد بأن الناس كلها يعني تشوف و تلاحظ و تشاهد يعني ما حصل للإسلام و أهله من جماعات الغلو و التطرف نسأل الله جل وعلا أن يهدي ظال المسلمين ريان يقول كنت قديما أصلي و أخطف التحيات الآن و لله الحمد يعني يقول تعلمت و يعني يقول أني استفت من البرنامج يا ريان بارك الله فيك و زادك الله و حرصا و ثبتك الحمد لله الذي وفقك و بدأت تتعلم و ما سبق سبق اتركه لكن أكثر من قول أستغفر الله و أتوب إليه و عليك أيضا أن تكون فاعل و مؤثر في أهلك و أخوانك و أصدقائك تعلمهم لأن كثير من الناس الآن أكثر صلاة الناس تقليد الولد يطلع يقلد أبوه أم أو بيئته و تجد عنده أخطاء الآن بعض الناس لما تعلم السنة يستنكر تقول لي يا أخي السنة كذلك ليش لأنه طلع عاش في بيت مسلم و نشأ و طلع و الناس يصلون على غلط و يحس بهذا الغلط هو الصح فلما يسمع أن هذا السنة و هذا كذا يتفاجأ يصدم لأنه شيء جديد عليه فالحمد لله الذي بصرك الحمد لله الذي نورك الحمد لله الذي منحك هذا العلم فيأخي الفاضل أسهم في نشره و بيانه و توضيحه و علم حتى لو بشكل عملي صلي أمام أخوانك و خواتك الصلاة الشرعية صلوا أمام أولادكم توضأوا أمام أسركم حتى يتعلموا أكثر الآن البنات والأولاد يخطؤون في الوضوء يخطؤون والله في الوضوء و السبب الوالدين لا جيب طشت و أبريق و توضأ أمامهم وضوع كامل حتى يتعلموا لأن الفعل دائما أقوى في التأثير من القول مثل ما قال الشعيب و ما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه فالتأثير بالقدوة و بالفعل أقوى من التأثير بالقول ريان يقول يعني الحمد لله من فترة طويلة و أنا أروح للمسجد و في الطريق أذكر الله و أستغفر و أنا جالس و أنا قائم و أنا قاعد و أنا كذا يقول هل هذا العمل طيب نعم يا أخي الفاضل إنه عمل صالح إنه عمل زاكي إنه عمل رائع بارك الله فيك هذا هو شأن المؤمن و لذلك امتدح الله المؤمنين بقوله إن في خلق السماوات و الأرض و اختلاف الليل و النهار لآيات لأولي الألباب من هم الذين يذكرون الله قياما و قعودا و على جنوبهم و يتفكرون في خلق السماوات و الأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار لاحظ استغرق الذكر استغرق الذكر و التفكر حياتهم يذكرون الله قائمين و قاعدين و على جنوب و أيضا يتفكرون في خلق السماوات و الأرض و هذا التفكر يعود على التذكر فكأن للقلوب أبصارا و أسماعا سبحان الله العظيم ذكر باللسان و تفكير بالجنان و عبرة بالأبصار ينظر نظر عبرة و عظة و عمل بالجوارح هذا كله يجعل المسلم رباني يجعله نقي زكي دائما يجعله في مظلة الأمان و الإيمان بإذن الله سبحانه و تعالى و نبينا عليه الصلاة و السلام أُلهم الذكرى كما أُلهم النفس كان يذكر الله على كل أحيانه ما كان يصده عن ذكر الله شيء فحري بنا أن نقتد به و قد قال الله لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله و اليوم الآخر و ذكر الله كثيرا لكن أهم شيء يا أخي الفاضل أن هذا الذكر ما يأثر على بعض الواجبات اللي عندك عندك حقوق عليك حقوق و عندك واجبات تعطي كل الذي حق حقه بارك الله فيك أم مصطفى تقول أم زوجها أم زوجها تقول طلبت مني يعني قالت أنها تبري ذمتي تقول بري ذمتي يعني حلليني تقول حلليني تقول أنا ما ردت عليها أفى يا أم مصطفى أفى أفى ما يجوز ولا ينبغي وأنت أمرأة صالحة وأمرأة طيبة ما اتصلت إلا يعني اتصالك هذا الدليل على أنك أمرأة صالحة و أمرأة تريدين الله جل وعلا ما أجمل العفو ما أجمل الصفح الله جل وعلا عفو يحب العفو يحب الصفح ألا تريدين أن تسرك أن تذهب إلى ما يدعو إليه الرب جل وعلا وتقدس يقول الله جل وعلا فاصفح الصفح الجميل يقول جل وعلا فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره يقول جل وعلا والكاظمين الغيظة و العافين عن الناس و الله يحب المحسنين و لذلك أبو بكر الصديق رضي الله عنه لما طعم فيه بعض كان أحد أقاربه خاض من ضمن المجموعة التي خاض فيها خاض في عرض عائشة في حادثة الإفك و شيء طبيعي أن أن أبو بكر يغضب هذه ابنته هذه زوجة النبي صلى الله عليه وسلم حبيبة محمد عليه الصلاة و السلام فلما لاك في عرضها المنافقون وقع ضحية هذا الإفك بعض البسطة من المسلمين من المؤمنين منهم رجل اسمه مصطح ابن أثاثة هذا كان قريب لأبو بكر و كان ينفق عليه فلما سمع أبو بكر بأن مصطح من ضمن الذين خاضوا ولاكوا و ولغوا في عرض عائشة قال والله لا أصرف عليه ولا أنفق عليه فأنزل الله جل وعلا قوله في سورة النور يعني آية عظيمة قال وَلَا يَأْتَلِي أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ في عرض عائشة في الكلام على عائشة و مع ذلك عفا و صفح فيا أختي الفاضلة أنت تأذيت من هذه أنت لك الثواب و عليها الحساب أنت تأذيت منها لك الأجر و عليها الوزر إذا كانت ظالمة لك فيا أختي الفاضلة الآن اليوم يوم جمعة اتصلي عليها و اللي بعثين لها رسالة قولي سامحتك و جعلتك في حل و الله يتولى الجميع أم مصطفى تقول جيرانهم توفي لها ابن تقول هذا الابن للأسف تقول أهل يقول أمنا في مقبرة و بعدين نقلون إلى مقبرة ثانية هذه بدع و خرافات و هذا إيذاء للميت و تعدي عليه و هؤلاء يجب أن يعلموا بأن الله تعالى يحاسبهم على مثل هذه الأذية و النبي سلم أمر بتكريم الميت و عليهم أن يتقوا الله يتركوا البدع و الخرافات هذه التي ما أنزل الله جل وعلا بها من سلطان و إذا دفن الميت يحرم نبشه إلا لضرورة ضرورة أما هكذا يقول أمنا هنا و ننقلها طيب المقبرة الثانية أمنوا هنا و المقبرة الثانية و إيش فيها عذاب ليش نقولون المقبرة الثانية فليجب أن يبقى الميت في قبره أم زكريا تقول زوجها توفي من شهرين و عندها مزرعة تريد أن تذهب إليها و كذلك تريد أن تصبغ شعره يا أم زكريا بارك الله فيك و أحسن الله عزاك و عظم الله أجرك و غفر الله لزوجك يا أخت الفاضلة ما يجوز للمرأة أن تخرج من بيتها المرأة المحادة ما يجوز أن تخرج من بيتها إلا لضرورة أو حاجة الضرورة في الليل و الحاجة في النهار الذهاب إلى المزرعة ليس ضرورة إلا إذا ما كان عندك عمال و ما كان عندك مثلا من يشتغل في المزرعة و تخافين عليها تروحين تأدين الغرض و تشتغلين ثم تعودين إلى البيت أما إذا كان فيها عمال أو أولادك أو أحد مثلا يقوم عليها ما تخرجين بارك الله فيك حتى تنتهين من العدة و العدة أربعة أشهر و عشرة أيام و كذلك ما يجوز لك و يحرم عليك أن تصبغي شعرك لا يجوز أن تستعمل الحنة و لا الكحل في العين و لا تلبسين الذهب و لا الثياب الجميلة حتى تنتهي من العدة لكن يجوزك تغتسلين مثلا بالصابون غير المعطر و بالشام و غير المعطر لو يوميا اغتسلتي ما في مشكلة أهم شيء أنك لا تستعملين الكحل في العين و لا الطيب و لا أيضا تصبغين شعرك أبو عبد العزيز من عمان بارك الله فيه يقول بأن مقر العمل يبعد عنه ثلاثمائة كيلو يقول أسبوع أكون هناك أسبوع أكون هنا هنا في بيته يقول هل لي أن أقصر أجمع لا يا أخي الفاضل إذا وصلت محل العمل فهذه إقامة لك ثانية ما تجمع و لا تقصر لكن في الطريق بين العمل و بين بيتك ممكن أنك تقصر إذا أدركتك الصلاة أبو عبد العزيز يسأل عن ختان البنات أخي الفاضل ختان البنات مكرمة و ليس واجبا يستحبه العلماء أما ختن الذكور فهو الواجب بارك الله فيكم و بارك في أوقاتكم وأسأل الله جل وعلا أن يرزقنا و إياكم العلم النافع و العمل الصالح و أن يدلنا على ما فيه فلاحنا و رشدنا يوم القيامة على ما فيه الفلاح و رشد يوم القيامة أشكر الجميع التقيكم غدا بإذن الله السلام عليكم و رحمة الله و بركاته اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك و يهدى فيه أهل معصيتك و يؤمر فيه بالمعروف و ينهى فيه